المسيح رجاء العالم هل أحسست بقوة هذا العبارة؟ المسيح رجاء العالم إخوتي وأخواتي أهلا وأرحب بكم أجمل ترحيل المسيح هو الرجاء في عالم ما فيوش رجاء اليوم عم تكثر القلاقل الحروبات النزاعات الأمراض الظل البؤس الفقر الشقاء في كل مكان الناس عم تبتعد عن الله حتى كثير من المؤمنين بيعتبروا أن الله بعيد عنهم أو صامت لا يتفاعل ولا يتواصل معهم عوز أقول لكل مشاهد يوجد رجاء المسيح هو رجاء العالم المسيح هو رجاء كل الأمم وصلي من قلبي أن تكون بركة لحياتك اليوم وفعلا تختبر الرجاء من خلال يسوع المسيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اللعبي يولونس وفعلا تamtو اشتركوا في القناة 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 مسيحيون الجزائر سواء باللغة العربية او باللغة الفرنسية فيك تشوفها على اللغتين بكل بساطة عم بفوتوا على الكنايس اقتحام الكنايس وهذا قانون جديد ابتدأ يصدر في الجزائر اللي عم بيعطوا طبعا تصريح لاغلاق هذه الكنايس وطبعا بقولوا الكنيس احنا جايين في هذا التاريخ وبيجوا فعلا بيطلعوا المؤمنين من داخل الكنيسة وبتشوف في صور تانية على الفيسبوك عم بيسكروا الباب وعم بيشمعوا يعني بحطوا شمع على الباب او اغلاق بواسطة القوة الشرطة عن طريق طبعا وزارة الدفاع طبعا ما كانش هذا الامر من عدة سنوات كان فيه بالجزائر تسامح اتجاه الاديان الاخرى وتسامح للناس اللي عاوزة تعتنق دياني اخرى وطبعا لا يخفى عليكم انه كان ومازال فيه نهضة عظيمة جدا في الجزائر عشرات اذا مش مئات الالاف من المسلمين اللي امنوا بيسوع المسيح وطبعا هاي الصورة صورة الاعتداء هي مش صورة غريبة عنها فالجزائر شمال افريقيا كانت كلياتها دول مسيحية في يوم من الايام اقتحموا هذه الاماكن باسم الدين وسفكت شلالات من انهار الدماء هذه الاماكن اللي كانت تعتبر واحدة من مهد المسيحية اللي جاء منها اباء الكنيسة الاولين وكان فيها حضارة عظيمة جدا حضارة حضارة متميزة يعني تفوق حتى حضاراتنا اليوم في ايام البزنطيين ولكن للأسف ظلمي شقاء سيطرت على هذه البلاد في اسم الدين واليوم نفس الشي عم نشوف انه عم بيقتحموا الكنيس وعم بيسكروا هذه الكنيس فالمطلوب انه نرفع الجزائر بالصلاة انه يرجعوا يغيروا القانون وانصلي من اجل المؤمنين في الجزائر انه رب يحامي عنهم ويدافع عنهم ومش بس كمان نصلي لهم نصلي من اجل تسديد الاحتياجات لانه كثير منهم بيضطروا انه يتركوا بيوتهم وقراءهم وضيعهم حتى يروحوا الى ماكن اخرى وما عندهم الامكانيات انه يسددوا الاحتياجات لكن عاوز اقول في البداية انه في رجاء المسيح هو رجاء الامم الشيء اللي اعجبني في في هذا الموضوع شجاعة المؤمنين اذا بتفوت على الفيسبوك او بتفوت على السايت بتشوف انه عم بيثبتوا عم بيصنبوا في الكنايس او بتلاقيهم بالشوارع عم بيتظاهروا وعم بيسبحوا وعم بيرنموا وعم بيركعوا امام الاله الخالق بيصلوا حتى الرب يتدخل هذه الشجاعة بصراحة اعجبتني جدا فعاوز اقول لاخوتي واخواتي الاحباء في شمال افريقيا وفي التحديد ايضا في الجزائر اللي كانت مثال للنهضة المسيحية والنمو المسيحي في السنوات الاخيرة عاوز اقول انه لا اضطهاد ولا اي قوة في الدنيا ممكن تسكت صوت الايمان صوت المحبة وصوت المسيح الموجود في داخلكم انتو في فكرنا انتو في محبتنا انتو في صلواتنا الرب يحميكو ويباركو رح نرجع بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المسيح المسيح رجاء الامم متل ما شفنا انو في الكنايس في الجزائر عم بي بيصلوا وعم بيبتسموا وكمان عم بيزغرتوا حتى من خلال المقاوة كمان عاوز اشجع كل المشاهدين الشرق الاوسط كله بمر في ظروف صعبة جدا طبعا الاحداث الاخيرة الاجتياح التركي على المناطق السورية على قرى وضيع وبالتحديد ايضا كمان مناطق كردية في شمال شرق سوريا على حدود تركيا صار فيه اشتياح عسكري واقتحام وطبعا هذه المناطق اللي شهدت سفك دماء كثير ولسيما انه هذه المناطق كانت تحت سيطرة داعش لسنوات والجدير بالذكر انه هؤلاء الناس الاكراد هم اللي دفعوا بحياتهم ودماءهم حتى يطردوا داعش من مناطقهم لكن للأسف عم نشوف اشتياح جديد وعم يعني بقاومه هناك لكن طبعا امام جيش مدرب وعسكر وطيران الامر صعب جدا فخلينا نصلي من اجل احبائنا في المنطقة الكردية ولسيما انه المنطقة انفتحت جدا وعم بتستخدم مبدأ العلمانية وانه الانسان يحق لانه يعتنق اي دياني وانا شفت هذا الشيء بعيني واعطوا حرية للمرأة اكتر من خمسين او خمس وخمسين في المية في حكم للمرأة موجود في تلك المناطق ولكن نصلي احبائي هاي المناطق انا بحبها جدا لانه انا شخصيا رحت عليها عدة مرات وانا شهدت انه كيف الناس اللي عاشت تحت داعش وفي نفس الوقت شهدت الحرية بعد داعش ولسيما انه عشرات بل مئات مئات من الناس اللي امنوا بالرب يسوع المسيح وتغيرت حياتهم واعتمدوا ليسوع المسيح وتأسست كنائس كثيرة في نفس المنطقة هذه المناطق عم تشهد مرة تانية اجتياح فخلينا نرفع احبائنا واخوتنا المؤمنين وكمان خلينا نصلي من اجل الاكراد بشكل عمومي والناس السوريين اللي على حدود موجودين هناك كلها نفوس غالية عزيزة على قلب الرب ونؤمر انه كفى كفى للدم ان يقف سفك الدماء وانه المنطقة تشهد سلام وكيف تقتل الناس على قطعة ارض وكيف تقتل الناس على مش عاجبني هذا المجتمع وهذا الشعب مش عاجبني او وما شابه فالفكرة احبائي انه في غلط في الموضوع من اساسه محتاجين انه الله فعلا يخترق ويقتحم هذه المناطق بغفرانه وبمحبته وبسلامه ايضا فكمان خلينا نصلي من اجل احبائنا الاكراد في شمال شرق سوريا حديثة عن المسيح رجاء الامم ومثل ما ذكرت اليوم احبائي الناس عم بتمر في ظروف صعبة جدا وقاهرة واصعب شيء انه الانسان يعيش بدون امل الانسان يعيش بدون رجاء عايش لمستقبل مجهول وعايش مش مدرك الابدية وين رايح يعني يكون في الابدية واليوم فيه تراجع كبير من ناحية الايمان واليوم فيه تساؤلات كثيرة الناس بتسأل هل من رجاء هل من مستقبل هل عالمنا رح يتغير هل شيء رح يسير او رح يحدث في ايامنا هذا يوجد رجاء انا بدعوكو احبائي انه تستمروا تشاهدوا هذه الحلقة معنا حتى نكتشف هذا الرجاء اللي هو من خلال يسوع المسيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة وعلى اسمه يكون رجاء الأمم هذه الآية من بشارة متى في الإنجيل المقدس إصحاح 12 والآية 21 طبعا مأخوذة الآية من نبوات الشعياء اللي بيتكلم فيها عن المسيح منذ أخطأ آدم وحواء فقد الإنسان الأمل وفقد الرجاء لكن الله من محبته أخذ زمام المبادرة وفعلا أعطى الوعد المسياني الأول أنه مستقبلا سيأتي المسيح من نسل المرأة الذي سيصحق رأس الحيا وفعلا ابتدأت النبوات تتكاثر في الكتاب المقدس منشوف أنه نبوات تنحصر في أبينا إبراهيم الله دعا إبراهيم واختاره وفعلا قال لإبراهيم وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض وأكد هذه الدعوة مرة أخرى عندما هم بذبح ابن إسحاك كذبيحة كتقدمة الرب منعه واستبدل هذا الذبيح إسحاك بذبح أعظم كان يتكلم مستقبلا عن الرب يسوع المسيح ثم يقول في إسحاك 22 من سفر التكوين وبنسلك تتبارك جميع الأمم هذا هو غرض الله وهذا هو هدف الله كل الشعوب اللي كانت تعيش حول إسرائيل رغم حضراتها العظيمة سواء المصريين القدماء ولاحقا سواء الأشوريين أو البابليين أو الفرس أو حتى ما بعد الفرس اليونان والرومان حضرات عظيمة جدا لكن يعني مثل ما بقول الكتاب كانوا بدون مسيح بدون إله في هذا العالم مع أنه كانوا بيعبدوا آلهة وثانية لكن بدون رجاء فبتشوف أنه الآيات عم تنحصر أنه بتخصص في ملء الزمان أن يأتي المسيح المسيح لكي يكون رجاء للأمم وعلى اسمه أيضا رجاء الشعوب وهي النبوة أحبائي يعني الله اختار شعب في القديم حتى تكون وسيلة وأداة أن يكونوا شهادة ويكونوا نور حقيقي للأسف بسبب خطيتهم ذهبوا للسبي الأشوري ذهبوا للسبي البابلي ثم طبعا ذهبوا للسبي الروماني وأيضا في أيام هدريان الإمبراطور هدريان في سنة 132 ميلادي في ثورة باركوخفا مرة أخرى اندثروا إلى كل الأرض لكن غرض الله أن يكون المسيح جاي من نسل معين ويتكلم عن يسة اللي هو أبو داود مشان هيك المسيح بحسب الجسد سمي ابن داود وجاء المخلص ابتدى إرساليته وابتدى رسالته لخراف إسرائيل الضالة لأنه كانوا بينتظروا مسيح كان عندهم الوعود كان عندهم العهد كان عندهم التبني كان عندهم الشريعة وعندهم طبعا القوانين سواء التقصية أو النموس الأدبي كان موجود عندهم لكن رغم كل هذا يقول كتاب إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه فغرض المسيح هو فعلا كما قال في إنجيل متة إصحاح 24 آية 14 ويكرز ببشارة الملكوت هذه في جميع أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى وقال في المأمورية العظمى على أحد جبال الجليل في بشارة متة إصحاح 28 قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم فنشوف مخطط الله منذ القديم من أجل كل الشعوب ومن أجل كل الأمم ولاحظ أحبائي الكتاب المقدس بيتكلم بروميا بنفسه يعني تطميم الآية في الشعياء ليسود على الأمم عليه سيكون رجاء الأمم وهكذا أحبائي لما بيتكلم عن هذا الرجاء بيتكلم عنه رجاء حي لا يفنى لا ينتهي لأن هذا الرجاء هو ثقة هو توقع هو شيء مستقبلي أنا أؤمن بثقة وبيقين وبإيمان أن الله سيفعل هذا الشيء وهذا ما حدث مع أبونا إبراهيم يعني الكتاب بيتكلم عن إبراهيم على خلاف الرجاء يعني حتى الشيء المستحيل أنه آمن بالذي وعد وتيقن وآمن بالله الذي يدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة آمن على خلاف الرجاء بالرجاء وآمن وهو عمر تسعة وتسعين سنة الرب أعطاه هذا الطفل طبعا ولد وكان عمر إبراهيم مئة سنة واو يعني الله أعطى وعد لإبراهيم في تكوين اطنعش ومنشوف أنه تمت بعد سنين عديدة وتمم هذا الوعد وأترى الوعد مش بس يعني بإسحاق يدعى لك نسل وليس بالأنسال بحسب بشارة أو رسالة بولوس إلى كنيسة غلاطية لكن بنسل كما عن واحد بيسوع المسيح من خلال المسيح تتبارك جميع الأمم وعلى اسم يسوع المسيح يكون رجاء الأمم وهذا الرجاء أحباء تم بواسطة يسوع المسيح لكن تتمت هذه النبوة في يوم من الأيام كما يقول الكتاب في سفر الرؤية في الإصحاح الخامس والإصحاح السابع بيتكلم عن مليارات من النفوس اللي في السماء من جميع الشعوب من جميع قبائل الأرض من كل أمة ولسان وقبيلة ومن جميع الأمم يسبحون الله حول العرش حيث يوجد يسوع المسيح فإذن يوجد رجاء لأن مخطط الله لا تنتهي بالسياسة اللي منشوفها ولا بالديانات المزيفة ولا بالأمور اللي عم بتسير في هذه الأيام الأمور ماشي بحسب مخطط الله وأن الله لابد أن يتمم هذا المخطط بقول بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة هؤلاء الأمم اللي بيتكلم عنهم الرسول بولوس في الإصحاح الاثنين أنتم الأمم اللي كنتوا بدون مسيح أنتم الأمم اللي كنتوا لا رجاء لكم بلا إله يعني في هذا العالم اختبروا هذا الرجاء من خلال موت وقيامة يسوع المسيح ونالوا الحياة الأبدية وصار عنا الرجاء المبارك أنه مش بس الحياة الأبدية أنه المسيح فيكم هو رجاء المجد وهذا نحن أحبائي ما نتمتع به كمسيحيين الرسول بولوس بيتكلم عن هذا الموضوع بيسميه السر اللغز هذا السر المكتوم اللي ما كانش يمكن واضح بشكل نور كامل في العهد القديم لكن بيتكلم عنه رسول بولوس أنه الأمم شركاء في المراث المسيح فيكم رجاء المجد فأنا بصلي أنه فعلا أنه قلوبنا تمتلئ من هذا الرجاء المبارك في يسوع المسيح ابقوا سأعود بعد هذا الفاصل رح نفتح الخطوط إذا عندك أي سؤال أو أي استفسار ترجمة نانسيح ترجمة نانسيح أهلا أعزائي المسيح رجاء الأمم والمسيح مكتوب عنه هو نور للأمم والمسيح هو الخلاص للأمم والمسيح هو الحق الذي يخرج الحق للأمم هذا الحق من خلال يسوع المسيح خليني أخد المكالمة الأولى من بوني أهلا وسهلا بوني من الولايات المتحدة مرحبا أخي أهلا وسهلا أهلا بك حبيبي حبيبي شكرا أنا بدي أجحة للمسيح أنه هو إله حقية أمين تفضل أمين أنا صار لحادث حوالي ثماني شهور المضى فالدكاترة عملوا اجتماع مع فاملي تبعي أنه خلاص ما في عمل خلاص بدي أشيلوا أكسجين مني إذا هم وافقوا فنفس الليلة يجعني ملاك وأخدني بعيد بعيد وأنا شفت أثنين ملاك وحاجة أبي التمص كبير سديد ده الملاكة اللي ماخيتني رجوا دمع زمنه رجوا دمع زمنه طيب أه أنا صحيح واللي جيت نفسي عن ببكي وعن بغيس يعني حتى التوقعات الدكاترة دالوها لا ما حصل أنا الآن تلين ما شاء الله ونشكر ربنا أنه هو يتدخل أمين عشان كده قلت لا ما لازم أتخذ لازم أحكي لازم يتقلم إلا إحنا حي إلا إحنا بيعمل ربنا يباركك أخبوني على هذه الشهادة يعني بنستنتج أنه أنت بتشهد عن المسيح الحي وإحنا حلقتنا عنه يوجد رجاء يعني تعالي بتشجع الناس أنه تصلي لأنه المسيح الشافي ما زال يشفي أكيد أكيد طيب أخبوني ربنا يباركك حبيبي شكرا كتير لإلك على هذه الشهادة القصيرة لكنها عميقة وقوية جدا ربنا يباركك وربنا يكون معاك ربنا مع الجميع بس أني طلبية لكم تاني تفضل إذا تخطونا في الصلاة معاكم لأنه أنا في خروف إبليسية أمم آمين أخبوني إحنا يعني اللي بيردوا على المكالمات سمعوك ويعرفوا الاسم طبعا ورح نحطك بالصلاة بشكل مستمر أنه ربنا يكمل عمله معاك ربنا يباركك آمين وشكرا كتير على هذه المداخلة وعلى هذه الشهادة الحلوة ربنا يباركك ربنا يباركك المسيح رجاء الأمم رجاء لأنه ما في رجاء إلا بالمسيح المسيح نور الأمم وهذا النور هو الذي يفضح مملكة الظلمة الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته لما الرب دعشاول الترصوص بولوس الرسول قال له الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين المسيح هو الخلاص للأمم كل من يدعو باسم الرب يخلص ليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم هذا الخلاص اللي هو كمان عبارة عن النور اللي بيفضح الظلمة نور الخلاص وإذا بتلاحظوا من زمان يعني كأول خدمة في العالم برنامج تلفزيوني من سبعة وثلاثين سنة بتدينا الخدمة نور لجميع الأمم وكانت الفكرة بتذكر كنت بمشي على ضفاف بحيرة طبرية وأجتني الآية اللي بتقول الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور وبعدين الآية اللي رب تكلم فيها مع بولوس أقمتك لتكون نور للأمم وخلاصا إلى أقصى الأرض وآمنت بهذا الوعد وامتلكت هذا الوعد واليوم أحبائي نور لجميع الأمم يشاهد في كل العالم وخلال هذه السنين الطويلة شفنا مئات الألاف إذا مش ملايين اللي رجعوا لنعمة الخلاص بالرب يسوع المسيح المسيح كمان أحبائي ليقضي فلأنه هو فيه رجاء يقضي بالحق فالمسيح هو الحق والمسيح هو برنا كما يقول الكتاب المقدس من أجل هذا المسيح هو اللي بيعطي هذا الرجاء غياب الرجاء يحطم الحياة واليوم اليوم للأسف في كتير ناس عم تنتحر أعداد كبيرة نسبة الانتحار في هذه الأيام بشكل عالي ومش بس نسبة الانتحار نسبة الناس اللي بتتمنى تموت وبتتمنى الانتحار يعني فكريا بس مش عم بعملوها فعليا لكن بيتمنوا الانتحار الأعداد تفوق الخيال والتصور للأعداد الكثيرة اللي بتتمنى الموت وبتتمنى أنه ما تعيش ولا تشوف هذه الأوضاع القاسية ولا سيما اللي عندهم أولاد فإذن أحبائي الرجاء هو النظر بثقة بتوقع أيضا الرجاء هو الشيء مستقبلي إحنا مننظر للمستقبل إنه الله حقق وسيحقق فهي نظرة في الإيمان وطبعا مثل ما بيتكلم في رسالة تقروميا بتكلم عن الخلاص بقول لأننا بالرجاء خلصنا إحنا خلصنا بالنعمة خلصنا بالإيمان بس على أساس هذا الرجاء الرجاء المبارك إنه إحنا مع يسوع في يسوع ولنا يسوع والحياة الأبدية الثقة في الحاضر إنه صار عنا الحياة الأبدية وعلى أساس هذا الرجاء مثل ما بقول الكتاب خلقنا واتكلمنا عن إبراهيم إبراهيم اللي فعلا من خلال الرجاء والصبر والتوقع والتأني عرف إلهه إلهه حي وثق في إلهه يمكن مرات تتصرف بسلوك جسدي لكن كان إيمانه قوي وأصبح هو أبو المؤمنين يعني هو العلامي للإيمان للناس اللي بتيجي لشخص المسيح يسوع إبراهيم وثق في الرب وثق إنه الله رح يعطيه ابن والرب يعني وآمن على خلاف هذا الرجاء والرب بارك هذا الرجاء الرجاء مكتوب أحباء إبراهيم فهو على خلاف الرجاء آمن على الرجاء الرجاء أحبائي هو الذي يتحدى المستحيل اليوم العالم في مشكلة في مأساة العالم اليوم عم بيتقاتل صار فيه ناس عندها صراعات آلامات مش موجود الرجاء طيب هو الرب هل بيسمع ليه الرب ساكد على هذه الأمور كيف الرب بيسمح للدينات المزيفة إنه تزداد كيف بيسمح لأشرار إنه تغير حضرات أو وهكذا فالفكرة اليوم أحباء الشر عم بيسود عم بيستبدل القوانين الطبيعية عم بيستبدل شريعة الرب وطريق الرب لكن أحبائي الرب شايف الرب عارف وهو كل شيء عم بيسير بخطته المحكمة في روميا خمسة مكتوب والرجاء لا يغزي في روميا خمسة عشر أحبائي مكتوب كل ما كتب بتكلم عن العهد القديم حتى يكون إلنا رجاء فمعاملات الله في القديم ومعاملات الله مع الشعب وفي العهد الجديد كل هذا هو اللي بيعطينا الرجاء المبارك حتى يكون إلنا الرجاء خليني بس دقيقتين قبل ما يعني أبتدي أخذ المكالمات أنه أنه علاج أحبائي لأنه غياب الرجاء فعلا بقود إلى مأساة بحطم الحياة بخلي الإنسان عايش بفكره بمأساته بمعاناته بشقاءه ببؤسه بفقره بظلمته بظروف أنه ما عنده أمل الشخص اللي عم بيمشي في المستنقع مش عم بشوف هذا الرجاء فالعلاج والدواء هو بكل بساطة انظر لنهاية الموضوع ما هو نهاية الموضوع ما تتطلعش أوه الغرب رح يروح والشرق راح وشمال أفريقيا كده بيحدث وفي تركيا كده لا 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 اتطلع أنه في إله مسيطر هذا الإله بيعرف أنه كل الأمور بيتحكم في كل هذا الكون لكن يمكن عاوز ينفض الكنيسة عاوز ينفضنا حتى نلتجأ لرب الصلاة والطلب وفعلا نثق بمواعيده ونثق أنه الله هو القادر على كل شيء يستطيع أن يجري ألم يقل يسوع أنا هو البداية والنهاية الأول والآخر ألم يقل يسوع أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء ثق هذا الرجاء أنا بحمى إله منتصر إله مش ضعيف أنا بحمى إله الكلمة الأخيرة لإله مش لأي مجتمعات أخرى عاوز أقول لك كل مشاهد تمسك بهذا الرجاء انظر إلى النهاية النهاية مليارات من المؤمنين في السماء عم بترنم وعم بتسبح الرب يسوع هذا الرجاء بيجي من خلال الثقة بمواعيد الله الكتابية كلمة الله أنا بثق في كلمة الله ووعود الله حتى لو الأمور في ضباب أو غباش نوعا ما لكن أنا بثق في إله حي إله حي شيء آخر المسيح هو مصدر الرجاء تعرف أحبائي الرجاء للشفاء الرجاء للحياة الأبدية الرجاء من البؤس والفقر والظلمة والشقاء واليأس اللي بسود هذا العالم الرب يسوع هو مصدر رجاء اللي بيعالج مشكلة الخزي مشكلة العار مشكلة الشكاية مشكلة الدمار الداخلي والنفسي مشكلة الرفض عدم السلام وعدم الأمان يسوع هو مصدر رجاءنا هو اللي بعزينا وهو اللي بيقوينا شيء آخر اتمتع بغفران المسيح إذا أنا بثق في غفران المسيح أستطيع أن أغفر للآخرين وفعلا أخذ أتحرر من السجن وتفك القيود من العبودية إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم مسيح هكذا أنتم أيضا شيء آخر نحن محتاجين أن نمتلئ من الروح القدس يوميا حتى يقود يسيطر علينا يهيمن على حياتنا حياتي مش أسير الظروف المحيطة به ولا القوانين الظالمة ولا المجتمعات اللي بتطهد إيماني أو بتطهد الأقليات أنا إيماني هو في يسوع المسيح بمتالي من الروح القدس بنقاد من الروح القدس ثم أحبائي الامتلاء من المحبة محبة محبة الروح محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا لأنه يوجد رجاء خليني أخد المكالمة الأولى وصلتنا عن طريق السكايب من أخونا من اليمن أهلا وسهلا انت معانا على الهواء تفضل أخونا من اليمن تفضل انت معانا على الهواء طيب خليني أخد مكالمة تانية أبو داود أبو داود من الولايات المتحدة انت معانا على الهواء سلام المسيح معك يا أخ نظار والربي باركك والربي باركك سلام المسيح معك تفضل أقول لشيوخ المسلمين الذين يحرضون أدباعهم بقتل المسيحيين واختطاب بناتهم وحرق الكنائس إذا كان دين الإسلام هو دين الله وكتاركم القرآن إذا هو كتاب منزل من الله وإذا كان رسولكم مرسل من الله فلما الخوف من الكتاب المقدس الذين تدعون بأنه محرف فلما الخوف من المسيحيين فلما الخوف من كنيسة المسيح يعلمه وعلم اليقين أن الكنيسة لها من يحميها هو الرب يسوع المسيح لأن كنيسة جسد المسيح الكنيسة لا تعلم أدباعها بقتل الناس ولا باختطاب بنات الناس الكنيسة تعلم تعلم لا تعدم بل تعلم وتبني الإنسان بناء حقيقيا لكي يكون من أدباع الله أخوان المسيحيين لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون يسوع المسيح يقول لنا يا أخوان المسيحيين لا تنتقوا لأنفسكم بل لا تنتقوا لأنفسكم بل تقل انتقام لي أنا أجازي يقول الرب وإذا كانت يد الإنسان لن تطول هؤلاء الأسرار فالله سوف ينتقوا منهم آجلا أم آجلا ولكن الكنيسة تعلمنا أن نصلي من أجل جميع الناس كما يقول الرب يسوع المسيح انظروا لا تنظروا ما هو لأنفسكم بل انظروا ما هو للآخرين أيضا هكذا تعلمنا الكنيسة هكذا يعلمنا الرب يسوع المسيح والرب يباركك وأشكرك شكرا أبو داود ربنا يباركك فعلا ملحوظة كثير كثير حلوة لاحظت أنه لما الشرطة بتدهم أو بتقتحم الكنيس تسمع ترنيم تسمع تسبيح وبعدين إذا بتفوت على موقع مسيحيون مسيحيو الجزائر في العرب أو السايت في الفرنسي بتشوفوا المؤمنين بالشوارع عم بتركع وعم بتسبح الرب وعم بتصلي وعم بتصلي للشرطة والجنود اللي عم بيقتحموا الكنيسة إذن ما فيش خوف لأنه عندهم رجاء والحاجة التانية اللي بيخاف هو اللي ما عنده الرجاء مظبوط بصراحة اللي ما عنده رجاء هو الشخص اللي بيخاف بيخاف فبيحاول لنساعد ربنا وبيحاول يقاتل عن ربنا شوف المثل اللي أمامك إنه مسيحيين الجزائر ما شفنا عنف بيبتسموا بيضحكوا عم بيسبحوا الرب عم بيرنموا بالشوارع عم بيسبحوا عم بيرفعوا إيديهم بعدين الشخص اللي يعني يعني تعمل كل الحفاظ بكل الوسائل وبكل الطرق الأنظمة لا تسمح إنه شخص يغير دينه الأنظمة في الدول العربية لا تسمح إنه شخص يغير اسمه أنا عاوز أسير مسيحي أوكي عاوز أروح للوزارة الداخلية أغير اسمي لا تسمح بكتب مثلا ممكن تنقض أو يعني اتقار لا تسمح إنه واحد كمان يؤمن لأنه يعتبر حد الردة وهكذا فعملوا قوانين اللي تحمي أنفسهم لماذا؟ لماذا؟ فعلا إذا الإنسان يؤمن بالحق الحق أقوى شيء آليثية في اليوناني اللي هو تجسيم الحق وهذا المصدر هو يسوع المسيح المثل في شمال أفريقيا لما الكنائس كانت تضطهد أنا بتكلم من زمان بدخول الإسلام في أيام طارق ابن زياد إذا صح التعبير أنه هو الشخص اللي دخل لكن على أي حال أنه كان في فترات معينة في أوقات معينة كان في دبح كان في سلخ كان في قتل وحتى الناس يتركوا الدين إذا أنا على حق ليه أخاف طب إذا إحنا بنقرأ كتب فلسفي وكتب الحاد وكتب نظريات اللي هي بتختلف عن إيماني أنا لكن أقرأها أنا قرأت كل الكتب أو معظم الكتب اللي بسموها الأديان ما عنديش مشكلة إذا الإنسان عنده قناعة بالحق ليه الخوف طيب أترك الناس تؤمن بمن تشاء أعطي الحرية طب ما في كتير ناس تركوا مثلا الإسلام وأعداد كبيرة عم بصيروا ملحدين بالأكراد المنطقة الكردية اللي تكلمت عنها اليوم صارت منطقة علمانية مش عاوزين أنه يحكموا في الدين عاوزين يحطوا قوانين اللي تتمشى مع الحضارة في القرن الحادي والعشرون مش عاوزين يرجعوا لحضارات قديمة وهكذا إذا أنا عندي الحق ما لازم أخاف طبعا ما أنا عندي الحق في رجاء أنه النهاية معروفة الرب هو المنتصر ومن يؤذيكم حتى لو استخدمت أي وسائل أخرى أنا عندي رجاء بالمسيح الحق طيب أنا شايف كمان مرة الأخونا من اليمن على السكايب يعني بعد هذا الفاصل يعني بعد ما تشوف هاي المناظر هيك نص دقيقة إذا أنت موجود على السكايب من فضلك من فضلك اتواصل معنا أهلا أعزائي فإذا الرجاء الأمم هو شخص يسوع المسيح وخليني في هاي المرحلة أخذ مثل ما ذكرت في أخ من اليمن موجود معنا على السكايب تفضل أخوي هلو سهلا أخي نظار أهلا بك مرة تانية الاسم من فضلك حاني أهلا أهلا أخ خاني يا هلا يا هلا كيف الحال؟ الله يخليك حبيبي أهلا بك نشكر الله نشكر الله تفضل أخاني شكرا على إتاحة شكرا على إتاحة الفرصة ففعلا أنت ناقشت موابع هي هي حقيقة نحن بنلامسها الآن عندنا كمان في اليمن واللي بنسمعه مثلا في سوريا واللي بنشوفه في السودان واللي بنشوفه في أغلب الدول العربية اللي هو اضطهاد الناس اضطهاد فكرهم اضطهاد فكر الناس إذا أنا عندي فكري يعني مثلا إحنا عندنا فكر معين وهو الإسلام خلص أنا لابد أني أمشي عليه أمشي على فكر الآخرين وأستسلم لفكرهم وإذا لم أستسلم لهذا الفكر فمعنا تحق علي القتل أنا مش عارف هو إذا كان قتلني هذا الشخص إذا ما اتبعت فكره وبيقتلني إيش فائدته هو أو إيش أفادني أنا هل بقتله هل بقتلهم للناس الأبرياء وهم غير معتقدين بفكره بالفكر الإسلامي أو الفكر البوذي أو أي فكر كان إذا كان هذا فكري وأمرني أني أقتل الآخرين بأنهم لأنهم ما ما استجابوا الفكري وأنه هذا فكري هو الصحيح اللي هو من الله أجل أنا إيش خدمت الإنسان هذا لما بقتله يعني أنا أقل شيء لأنني حرمته من المعرفة معرفة الحق ومعرفة الحق ليس بأحد ليس هناك أحد آخر غير الرب يسوع المسيح هو اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة فعشان هذه القنابل والمتفجرات والصواريخ والطائرات إحنا لا ترعبنا لا ترعبنا سواء صواريخهم أو رشاشاتهم اللي بيدخلوا بها علينا للبيوت ويرهبوا أطفالنا ويرهبونا إحنا صرنا ما بنخاف أنا بتكلم عني كيمني عني شخصيا وعن عائلات كثيرة بعرفهم يعني تقبلوا ربي يسوع المسيح وأصبح عندنا الفكر مثلا اللي هو عندنا القاعدة من جنب والدواعش من جنب وعندنا الحوثي كمان الحال غير الطائرات اللي بتضرب علينا مثلا من السعودية ومن الإمارات وغير هذا كله بس رغم هذا كله إحنا بنتعزة ولنا رجاء لنا رجاء بالمسيح يسوع المسيح لا غيره أحد فإحنا مبسوطين وإحنا فرحانين في وسطها ضيقات في وسطها الألم الناس كثير كثير عرفت الصح وعرفت الحق وعرفت إنه إيش هو الحق وين الباطل هنا الرب يسوع المسيح هو الرائع الصالح هو الرائع الصالح وطرقه عديدة وطرقه متناوعة هو في وسط الشعلة في وسط الأتون النار هو يكون معنا برغم هذه برغم الجحيم اللي بيستعرفينا إلا أننا مرتاحين ومبسوطين في سلام داخلي إحنا مبسوطين لأنه أنا صرت بعرف مصيري وبعرف أنا طريقي وين طريقنا الحق هو طريق لا غيره ما في أحد غير الرب يسوع المسيح اللي هو الطريق والحق والحياة اللي دي نيرنا أفكارنا خاني ممكن أطلب منك طلب لو سمحت طبعا أنت اختبرت خلاص يسوع المسيح وواضح أنه إلك علاقة حميمة بالرب يسوع المسيح ممكن توضح لنا بدقيقتين يمكن كتير إخوة من اليمن من شمال أفريقيا من مناطق سوريا والأكراد يمكن أن يسمعونا يعني أنت كشخص من خلفي إسلامية قبلت الرب يسوع المسيح أي يعني لك شو اللي صار معاك في هذا الموضوع تفضل في دقيقتين وعلى عجالة أنا لما كنت أنا بتخبط أنا درست الشريعة درست شريعة إسلامية ودرست في كلية الشريعة واللي بيسمعني بيعرفني اللي بيسمعني في أحد كثير ناس بيسمعوني هما بيعرفوا أنا إيش اللي كانت دراستي لكن كانت دراستي كلها وكلما تعمقت وكلما شفت نفسي أننا إلى الانحراف إلى الهاوية إلى الهاوية ليش خلينا خلينا أتكلم وأنا واضح وصريح لأن أنا بحث في القرآن اللي كنت أنا أعتقد فيه كنت أبكي وأنا أقرأ وأصلي تمام بس كنت ببحث في القرآن كلمة واحدة إن الله يهدي الكافر أو الظالم أو الفاسق أو الفاجر لكن من بداية القرآن إلى آخر الله لا يهدي القوم الكافرين ولا يهدي الفاسقين ولا يهدي الظالمين ولا يهدي منهم مفتن كذاب إذا كان الله لا يهدي من الذي يهدي أنا حصلت أن الله كان يكتف في القرآن إن الذين كفروا سواء عليهم أمذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون لماذا قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وهذا خطاب كان موجه من الإله إلى النبي محمد الخطاب هذا موجه يا محمد الذين كفروا يعني كذبوا سواء وصلت لهم الرسالة أو ما وصلت لهم الرسالة ما رح يؤمن ليش قالوا لأن أنا الله يحكي عن نفسه ختم الله على القلوب وعلى السمع وعلى الأبصار على هشاوة وبالآخر يقول لهم عذاب عظيم يا الله إذا أنت كتفتني ورتفطني هيك التربيطة هذه كلها وبالنهاية إلي عذاب أليم ليش إذا كان عندي عدة أسئلة أسئلة كثيرة وكلام كثير لما بوجه للمشايخ وللعلماء وللفقه كل أوصل إلى طريق مسدود طريق مسدود طريق مسدود لا تسأل لا تسأل في أسئلة محرمة لها خطوط حمراء لا تسأل عنها إذا كان كلام الله هذا فيه جانب مظلم وجانب مشرق فهذا ليس كلام الله إذا كان أنا داعش هو يستخدم كلام القرآن ويقول لك هذا كلام الله ويطلع ويطبق ويقتل الآخرين الإنسان المسلم المعتدل الذي يقول لك الإسلام المعتدل أو الخطاب الديني المعتدل يباعد الجانب الأسود ويمسك لك الجانب الملم وقال هذا حلو لا يا أخي إذا كان دستور وهو دستور دولة إذا فيه شيشين وشيه زين فمعنى لا يصلح إذا كان كل متناسق الكتاب من أول أو الدستور هذا متناسق من أول إلى آخر وهو متناسق وعادل فهذا هو كلام الله وإذا لم يكن هذا الكتاب لا توجد فيه عدالة الله ولا يتناسق مع عدالة الله الخالف وهو مش كتاب الله فأنا أرفضه كاملا ولماذا الآخرين كان يمنعوا علينا الكتب الأخرى ليش هو ممنوع علي أنا كيمني أو كسعودي أو يعني خاصة السعودية واليمن بالذات لأنه عندنا الكتاب المقدس هذا خط أحمر لا تقرب وممنوع ليش تمنع عني ماذا هذا اللي بستغرب يا أخ يعني هاني طيب أخ هاني أنا أعطيك كمان فرصة لأنه فعلا أنت الرب عم بيستخدم مكبرك كتير من عنا جمهور كبير من شمال أفريقيا اللي عم بيشاهد عم بيشوفنا وكمان من إخوتنا الأحباء في سوريا والمنطقة الكردية بنص دقيقة إيش عاوز تشجعهم أنا بأشجع بالصبر بالصبر وأن لهم رجاء وأن الإنسان لابد أن يقرأ الكتب اقرأ الكتب أنا بطلب من كل إنسان يسمعني سواء كان مسلم ملحد يهودي أي كان حتى مسيحي وهو بالاسم مسيح لا يبد أن تقرأ الكتاب يا أخ الكتاب الذي يلامس القلب وتحس أنه الصحيح هو الكتاب المقدس اقرأ الإنجيل الإنجيل هو البشارة واسمه البشارة لماذا سمي البشارة ولماذا الرب يسوع المسيح سمي كلمة الله لأنه هو الكلمة فكلمة الله هو فكرة الله فكرة الله ألقاها إلى البشر فصار بشر زينا عشان نفهم مقاصد الله فلذلك تجسد الله بالرب يسوع المسيح عشان نفهم مقاصده ونعرف أفكاره لأنه إحنا لا نستطيع أن نرى لأن الله روح وهو ما لئ الكون الله ما لئ الكون لكن إحنا لا نستطيع كإنسان بشر ضعيف أني أشوف الله لكن أنا أشوفه من خلال الكلمة والكلمة هو الإنجيل والإنجيل هو نور العالم هو نور العالم أخ هاني شكرا جزيلا وخلينا نسمع منك دايما فعلا ربنا يباركك وربنا يحميك على فكرة والرب يجعل صوتك يكون بوق وحياتك منارة لكل من حولك وفعلا يخطبه محبة المساعد وسلام المسيح إن كان الله ثمن علينا آمين شكرا شكرا لإلك أخيرا أحبائي أنا عاوز أشجع كل إخوتي اللي بالجزائر بشمال أفريقيا أنه كتير عندكو إخو وأخوات اللي عم برفعوكو بالصلاة وبفكروا فيكو كمان وإخوتي وأحبائي في المنطقة الكردية اللي كمان يعتبر أولاد في الإيمان في تلك المناطق إحنا منحبكو منصلي من أجلكو في رجاء وأنا عاوز أقول لكل شخص يمكن مش مدرك عن شو منحكي أنا عاوز أقول لك بكل بساطة الله بحبك وإرادة الله أن لا يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة الله يريد الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون بس في مشكلة هاي المشكلة هي الخطية الفاصل الحاجز مكتوب بأجرة الخطية هي موت أما هبت الله عطيت الله هي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا فإذن الرب واقف على باب قلبك وعن بيقرأ وعاوز يدخل لحياتك أي كتاب بصراحة أي وعد بالحياة الأبدية أنا بتحداك قل لي وين الوعد بكتابك الناس خايفة من عذاب القبر وخايفة من أبديتها ومن المجهول ومن من لكن في الكتاب المقدس لما بتسأل المؤمن وقولك أنا عندي حياة أبدية لا مش كبرياء مش لأنه يعني شيء فيي أنا لا 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 محبة الله وخلاص الله أنا قبلته عطيت الله قبلته بالإيمان على أساس نعمة الله من أجل أنا أخذتها النعمة وعلى أساس ما فعله يسوع طيب شو اللي عمله يسوع صار جسد ليه مش عشان يكون السوبرمان يعمل معجزات ويظهر نفسه لا المسيح جاء حتى يموت عنك وعني بديل مثل ما سمعنا إسحاق يعني الكبش استبدل إسحاق يكون بديل عنك وعني حتى من خلال غطاء المسيح الله بينظر إليك في بر المسيح من نال الحياة لكن أنا محتاج أعترف للرب بخطيطي محتاج أتوب عنها أقر وأتركها عندها أرحم محتاج أحط ثقتي وإيماني في يسوع المسيح وهذا هو الرجاء المبارك الحياة الأبدية والعيش مع يسوع المسيح إلى أبد الآبدين هل تقبل هذا ربي باركك اشتركوا في القناة